تنظف شعبة جديدة لأول مرة إلى المسالك المهنية ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للنظام التعليمي المغربي والتي تهدف إلى مواكبة وملاءمة التكوين مع سوق الشغل هي خطوة مهمة جدا تخطوها بلادنا في مجال تحقيق التلاؤم الضروري ما بين التكوين وسوق الشغل اختيار البلاد في مجال إرسال الباكالورية المهنية هو اختيار صعب بدأ يعطي ثماره منذ اليوم لماذا؟ لأن هناك أولا إقبال كبير على هذه الشعب على هذه الاختيارات البداوجية ثم كذلك هناك عزيمة لمسناها عند التلاميذ والتلميذات الذين اختاروا هذا الشعب اجتاز اليوم أول فوج لمسالك الباكالورية المهنية شعبة الفلاحة اختبارات دورة يونيو للامتحان الوطني الموحد بمدرسة الخير الفلاحية بتمارة وسط أجواء مفاعمة بالحماس والتطلع نحو العبور من مسلك التكوين المهني إلى سوق الشغل ويبلغ عدد متراشحي السنة الثانية باكالوريا في هذه الشعبة الجديدة 47 موزعين على مسلكيها الصيانة الصناعية وتدبير الضيع الفلاحية ويهدف إحداث الباكالوريا المهنية إلى تنويع العرض المدرسي للتكوين المهني وتقوية الجسور بين النظامين التربوي والمهني من جهة وسوق الشغل من جهة أخرى